موسيقى 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 رجعنا لكم بعض الفاصل بس المرة دي من مطبخ الحكيم عشان نكمل لكم الكابسولة ونعرف هل فعلا الجزر بيقود نظر ولا ده كلام إشعاط وده طبعا هنعرفه من دكتورة ياسمين سعد أستاذ مساعد الجهاز الهضمي والكبد واستشارية التغذية العلاجية في كلية طب أسر العيني ازيك يا دكتورة ياسمين من ورانا هل فعلا الجزر بيقود نظر يا دكتورة؟ احنا كنا بنقولها لأولياد الصغيرين لكن دي فعلا حقيقة في الأغاني كمان كمان لا دي فعلا حقيقة طبعا إن الجزر من الحاجات اللي فيها المادة اللي هي تعتبر أحسن حاجة للنظر هي مادة اسمها البيتا كاروتين اللي هي المادة اللي قبل ما تتكون أو هي دي المكون الرئيسي اللي بيكون فيتامين اي أو فيتامين ألف بذلط هي من أحسن الحاجات اللي بنقول عليها أن هي بتقوي النظر هو فيتامين اي يأما فيتامين اي الوحده يأما المادة اللي بتصنعه اللي بنسمي البيتا كاروتين البيتا كاروتين دي مادة صفرة فحتلاقيها في كل حاجة صفرة موجودة أي حاجة صفرة فيها بيتا كاروتين بالزبط كده اللي هي سواء كان في الخضار عندنا الجزر عندنا العسلي عندنا البطاطا الفلفل الأصفر كل حاجة لونها أصفر اللمون وإن كان اللمون فيه فيتامين سي لوحده لكن أنا أقلد أن كل حاجة لونها أصفر بيبقى فيها بيتا كاروتين الجسم يصنع منه فيتامين ألف إما إحنا ناخد فيتامين ألف لوحده وده هيبقى موجود في الحاجات اللي هي الخضار الورقي اللونه أخضر غامئ لأن اللون الأخضر الغامئ من الحاجات اللي بقى فيها متركز جدا أملح معدنية ومعها فيتامين ألف أكثرهم السبانخ من أكثر الحاجات محتوى فيتامين ألف هو السبانخ أي خضر واقي بقى تاني سبالك دي طرiałت قصف وح Frankfurt سبحان الله من ضمن ربطه الحاجات التي نقولون أنها بيتاوي النظر غير فيتامين آلف بالموئيز تسميها زينك هذا زينك وحدة مادة تانية اسمها سيلينيوم من ضمن ربطه الحاجات التي نست Lauricamolв Scene Lion كانت تقوم بعملها بيزه أنها هي ليس موجودة في حاجالوحداها هي عادة تبقى موجودة في بعض المواد اللي هي إما اللحوم اللحوم سواء البيضة أو الحمراء وموجودة في الخضار الورقي فالزينك والسيلينيوم كأكل موجودين فيهم لكن ممكن تتاخذ حبوب وإحنا ما بنلجأش لكده إلا لو في فعلا نقص فيها أو بالظبط وفيها أراض الحاجة برضو المهمة قوي للنظر فيتامين سي فيتامين سي برضو من الحاجات أو فيتامين جيم اللي هي مع فيتامين ألف اللي اتنين مع بعض مش محتاجة أكتر مجد يعني لو أنا عملت مثلا عصير زي عصير البرتقان بالجزر ده قيمة غزائية فيتامين سي في البرتقان ومعي الجزر فيها البيتا كاروتين حتى حكتين للنظر مهمين جدا ده بسيط حتى في تكوينه عندنا على الشاشة عصير البرتقان طازة وجزر مسلوق وعصر أبيض للتحلية بالظبط بس هنا بكميات علشان العصر برضو ده سكر والسكر ده ما مندهوش للناس اللي هم عندهم سامنة أو مرضى سكر أو مرضى سكر أو مرضى سكر في حدود بالظبط بلاش نضروهم بالسكر بالظبط في حدود تاني حاجة برضو من ضمن الفكهة اللي هنلاقي فيها فيتامين سي أكتر حاجة الجوافة والفراولة من الحاجات المهمة جدا برضو نعرف ان الجوافة محتوها من فيتامين جيم ست أضعاف الموالح بالظبط بالظبط وفي نفس الوقت كمان ما بيتعبش المعدة يعني اللي عندهم ارتجاع في المريق أو التهابات في المعدة مش حامض زي الموالح طبعا الفكهة هيبقى مفيد قوي تالت حاجة من الحاجات اللي احنا برضو بنحب عليها بنسميها أوميجاس ري أوميجاس ري دي أحماض دهنية غير مشبعة اللي موجودة في السمك بتاع البحار الشمالية اللي هي السلمون التونة والمكرال الحاجات دي أبو الزبط فانا لو عملت طبق زي ده أبارة عن الخضروات اللي فيها فيتامين ألف وخطت عليها التونة ومعاها شربت معاها عصير برطقان أبقى أنا كده أخذت كل المكونات اللي ده يعني بقى نظر يبقى حديد بالضبط الأخضر ده مش شكله بس الأخضر ده هو الشبت اللي هو غاني جدا بالكالسيوم اللي أنا ممكن أضيفه برضو بيقوي النظر وطعمه جميل جدا سواء بقى شبت أو كسبرة يبقى كل المحتويات دي بتقويلي النظر الطبق ده بنغر جدا للأطفال وألوانه جميلة بالضبط ويريت يريت لما نيجي نشوحه ما يبقاش مقلي يعني ما يبقاش ده جزر وبطاطا ومعاها قرع عسلي خضر عادي بيتقطع عادي خالص وبعدين يتشوح في زيت زتون لأن زيت الزتون من الأحماض الأمينية الغيم مشبع الأحماض دهنية الأحماض الدهنية سويا الغيم مشبع لأنها حتفيدني برضو بالنسبة للنظر أنا جاتني فكرة كده أنت بتتكلم عن المكونات ممكن يتاكل حدق وحلو جدا هو الجزر هيبقى مسكر القرع مسكر البطاطا مسكر في إما أشوحها بملح إما أحطها الوحدة هتنزل السكر الطبيعي اللي فيها ومعلاقة عسل صويرة جدا عليها بالضبط ممكن ناكله من أحياتين بس من غير تونة من غير تونة من غير تونة طبعا إحنا بنتكلم عشان الأوميجس ري إحنا بناخدها لوحدها أو بنحطها على سلطة أو نحطها على دي وتقلب بالضبط كأنها ساق آه ممكن يا بدل ده حدقة مش آه آه يعني دي عندها عملها حدقة فممكن تحط عليها نحط عليها التونة ولو خدتها حلو هشيل بقى الشابات وكلها مسكر طيب إيه بقى العكس إيه الحاجات اللي يعني بتضر النظر أو منش عايزينها وممكن تفسد لنا النظر سواء مباشرة أو بشكل غير مباشر الحاجات اللي هي الطريقة مباشرة الحاجات اللي فيها ندقون بسمية جنك فود اللي هي الحاجات الجاهزة الأكل الجاهز لأن الأكل الجاهز مشبع بالأحماض أو بالدهون الدهنية العالية جدا اللي هي ستشعيدة الفات قافلت في باسمين دي عاشر مرة ييجي سرته في المصائب للأكل الجنك فود للأكل الشديد للأكل الشديد بس هو طعمه حلو فالناس مقبالة عليه بدون فايدة طعمه حلو عشان مليان دهون بدون فايدة طعمه جاي منين جاي من دهون والدهون اللي فيه دهون مشبع اللي هي مضرة جدا للإنسان الطبيع والإنسان المريض فهما اللي اتنين بالنسبة لنا حاجة كارسة يعني طعم إلى جانب برضو الحاجات اللي فيها زي الحاجات الجاهزة مش حول الأسامي بس يعني اللي هي الشيبسيهات الشوكولاتة حتى كمية الشوكولاتة آه أنا بحتاجها في حاجات معينة لكن لما بذات الشوكولاتة اللي هي الجودة بتاعتها مش عالية بيقى مضاف عليها كمية سكر عالية جدا مضاف عليها كمية دهون برضو اللي هي من الدهون المضرة وكمية الشوكولاتة اللي هي المفيدة اللي هي لا الكاكاو نفسه الحقيقي بالضبط بالضبط فده برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن تدور النظر هي أساسا بتأذي حاجة بنسميها جوه العين الماكولة وبتعمل فيها الماكولة الجينريشن اللي هي الشبكية اللي هي أهم نقطة بتستقبل الصورة بيحصل لها عجز قبل الأوان عجز بالضبط يعني هي بتجبر قبل ما الإنسان يكبر فهو ده ده أساسا بيحصل طبيعي ربنا خلقه مع تقدم السن فإحنا لما ناخد دلوقتي الكلام ده ده بيأثر بعد كده يحصل فيه مشكلة في النظر طب بطريقة غير مباشرة المرضى المرضى بتوعنا أكتر مرض بيعاني من النظر هنلاقيها مرضى السكر لأن للأسف هو مرض منتشر جدا دلوقتي فهنلاقي من ضمن مضاعفاته على الكلة وعلى العين الشبكية فبرضو لما يجي لي مريض سكر ويقول لي أنه فيه مشكلة عندي في النظر وأنه لازم أزود له فيه حاجات أنه يبتدي أكلها طبعا زي ده زي الفروس صلات أو صلاتة الفواكه دي بالنسبة للمريض السكر عشان عينيه هيبقى مفيد قوي لكن عشان هو مريض سكر لازم حعمل معها بعض التعديلات يعني هعرف الأول هو مريض سكر من النوع الأول ولا من النوع الثاني كل نوع منهم ليه حزبة معينة لأنه ده كله مليان سكر طبعا فلو من النوع الأولاني اللي ماشي على إنسولين بنعمله حاجة بنسميها اللي هو بنعد الكربوهيدرات اللي موجودة جوه الأكل بعرف المكافئ السكري للطعام بالضبط أنت واخد كم واحد السكر وبنحسب هالو ده بيحرق قد كده فأنت ليك طبق ده بس كمية معينة المريض الثاني اللي هو من النوع الثاني بيبقى عنده حاجة بنسميها مقاومة الإنسولين طبعا معظم المرضى اللي عندهم سكر وبذات من النوع الثاني بيبقوا عندهم سمنة بيبقى عندهم زيادة في الدهون في الدم فالكوكتيل ده على بعضه بنتطر إن إحنا نغير شوية من طبيعة الأكل طبق زي ده مهم قوي طبق زي ده أقول له معلش حط عليه زيت واخد نص الكمية دي علشان برضو بعيد النشويات اللي موجودة أبزب النشويات اللي موجودة لكن التونة أقول له مشي مفيدة جدا بالنسبة لك ما عدا لو لا قدر الله عنده مضاعفات في الكلة يبقى في الحالة دي برضو حالجة إن أنا هقلل من كمية البروتين اللي دخلها في الأكل وحقول له حددك بالضبط بالضبط على حسب درجة شدة المرض هبتجي أقول له لا قلل السكر قدي قلل البروتين ولا لا يعني أخصاء الترزية برضو زي الترزي بيفصل الأكل على حسب سن الشخص وحالته الصحية يعني ما ينفعش يأكل زي كل الناس وكلناس تأكل زي بعضيها لا بس هي أكتر حاجة مشهورة أولا مريض السكر يقول له أنا ممنوع أكل موز ممنوع أكل التين ممنوع أكل حاجات المساكرة والبلح في حين علشان بزبط كمية السكر اللي فيها بس هو لو بيحسب كمية السكر صح ما فيش حاجة ممنوعة يعني أقول له مثلا يدقها يدقها وياخد عدد يعني أنا مثلا ليه ثلاث تمرات ثلاث تمرات دي بصمرت فاكهة فما ينفعش أن أقول له ما تاكلش فاكهة أنت ليك صمرتين النهاردة ممكن تاخد منهم ثلاث تصمرات مش لازم أحرمه علشان خالص لي أحسسه بالحرمان وهو في حين ممكن يأكل بس لازم أزبط السكر معي كله مش شرط الطبيب طبعا تحت إشراف الطبيب الطبيب ونيتش نسل هو أبو الزبط وهو مفروض فيه ناس ما سمعتش عن هذا الخصوص الدكتور ياسميد للأسف لا هي بس فيه متاخد عنه بس فكرة بحشة بتاع التخسيس بتاع التخسيس أو والناس كمان اللي هي نحيفة بتروحها لشان تدخن أكثر من كده في حين التخزية لها دور مهم في كل الأمراض المساعدة وخصصنا لها فقرة اللي في برنامجنا عشر دقائق في كل حلقة لأنها مشتركة معنا في كل أمراضنا كل مرض ليه الأكل بتاعه مريد الكلا بيأكل إزاي مريد الكبد بيأكل إزاي مريد السكر مريد الكبد وكل نوع من أمراض الكبد وطريقة أكل مريد الكلا حتى مريد الكلا درجة إصابة الكلا لها درجة معينة من كمية أو كمية معينة من البوتين اللي أنا حدهله طيب أنا شايف برضو حاجة جايبة حاجات عايزين كده نتكلم عليها برضو إحنا كنا بنتكلم ده علشان نقول الخضار الواقي الداكن علشان نسبة الكالسين فيها عالية وده استشهدنا بيها عندنا أكتر حاجة فيها الشبت وكزبار نسبة الكالسين فيها عالية جدا السبانخ من الحاجات اللي فيها نسبة الحديد طبعا بس هي مش موضوعنا دلوقتي وفيتامين الحبوب الكاملة دم واللبن خالي الدسم من ضمن الحاجات اللي أنا بعمل بيها تصبيطة لمريد السكر فهو حياكل حاجات تقوي وفي نفس لا مش عشان كده وبس ده علشان فيها ألياف الألياف دي مفيدة جدا بتقلل لمستوى السكر يعني أنا لو خدت فاكهة فيها نسبة السكر أو المريض غلط وما كانش يعرف وأخد واجب عالية السكر الحبوب الكاملة أو الألياف بتقلل شو الليها مسميها الجليساميك أنديكس لها معدل نسبة السكر في الدم أقدر خليها سبتة قد إي فيتم إفراز الإنسولين بنسبة معينة فما يهبطش ما يخشش مني في هاي بجليسامي يعني أنا بعوضها بإن أنا أديله من الحبوب دي الحبوب أو الحبوب الكاملة سواء دي دي بنسميها البقوليات اللي فيها بردو ألياف أو الحبوب الكاملة اللي بنعمل بيها العيش طب نقولها كده بشكل عملي أنا أكلت أكله وشكيت وانا عندي سكر وشكيت إنها دي عالية السكر وهترفع للسكر أجري أعمل إيه بقى بالحبوب دي عشان ألحق أعوض طيب أهم حاجة بعدها أنا أخذ واجبة من البقوليات أخذ طبق فول أو طبق عدس مثلا ممكن أخذ فول أحط عليه أكله بعيش بني بني أصمر في الحالة دي هتقللي على طول أنت بتديهم النصائح دي بشكل دائم يعني بنحاول نفهمهم على قد المريضة لو روحت حفلة وكلت لك شوات حلويات زيادة فهم نلقوم بقوله لو روحت هناكو الكمية قد إيه ولازم الجرعة بتاع تأذين تبقى واخدها وعمل غلط ونفسه جاتها على الحاجة وكلها يلحق نفسه بأنه يمكن يعمل الوزنة اللي قلتيها ديا بالضبط إحنا ممكن ناخد فيها أي حاجة زي اللي هو العيش البني الأصمر إحنا تكلمنا عليه أي وجبة من دي ممكن عدس مسلوق حتى وياخده بالعيش بمعلقتين ثلاثة فول أو معلقتين ثلاثة عدس أو لو هو غلط ما يكترش يعني أنت نفسك تاكل حجم سكرم تخدهاش كلها خد نصها خد ربعها دوء من غير ما تتأذي تمام بالضبط طيب الحقيقة أنا بشكر الدكتورة ياسمين على تشريف هنيانا النهاردة مين يسد أن العضو اللي بنشوفه صغير ده في كل المعجزات دي وإزاي كمان ممكن بيعتبر جرس إنذار لأمراض كتير أتمنى يكون موضوع حلقتنا النهاردة أضاف لمعلوماتك كتير وفاتكم فعلا في طريقة حماية نظركم أشوفكم في حلقة جديدة بكرة من الحكيم في بيتك ولغاية ما قابلكم أرق تحياتي وأشوفكم بعافية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة